موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الرابع والعشرون من شهر مارس للعام 2018 خلال الأسبوع الماضي جرت أحداث كثيرة على المستويين الدولي والإقليم المحلي كان آخرها حادثة استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية في حكومة الشرعية الأستاذ عبد العزيز جباري من منصبه تلاه أيضا وزير الدولة صلاح الصياد عبد العزيز جباري استقال من منصبيه السابقين مع البقاء في منصب المستشار لرئيس الجمهورية وكما قلت تبعتها بيوم واحد استقالة وزير الدولة صلاح الصياد وقبلها أيضا كانت هناك تصريحات لمحمد بن سلمان في القاهرة بأن الحرب في اليمن باتت نهايتها وشيكة وحديث آخر للمبعوث الأممي غريفت عن عملية سياسية شاملة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعد بذلك يعني وزيارة يعني لمجموعة دبلوماسيين أوروبيين إلى صنعاء في ظل تسريبات باتت مؤكدة عن وجود مفاوضات أو مباحثات في مسقط بين الإنقلابيين والسعودية هذا على المستوى المحلي الإقليمي أما على المستوى الدولي فوتيرة الأحداث في تصاعد مستمر ملف التحقيقات في البيت الأبيض مع رجال ترامب ومساعدي مساعدي حملته الانتخابية يعني ما زال مفتوح الملف والدائرة ما زالت تضييق حول ركبة ترامب وكل شوية يظهر لنا موضوع هو تدخل لدول في الشرق الأوسط في السياسة الأمريكية والرئيس الروسي بوتين يفوز بفترة رئاسية رابعة في الانتخابات الأخيرة والعلاقات البريطانية الروسية في أسوأ حالاتها منذ نهاية الحرب الباردة والقوات التركية دخلت مدينة أفرين واتجهت إلى مناطق أخرى والحبل علي جرار كما يقولون الأحداث يعني ما زالت متفاعلة العالم في حالة حمى وهذيان مستمر لا يدري أحد كيف ستكون النهاية هل ستنتهي هذه الأحداث بحرب كبرى في الشرق الأوسط كما يتوقع البعض أم بسلام ما بعده سلام بحسب تعبير الكاتب البريطاني ديفيد فرومكين في كتابه المهم ولادة الشرق الأوسط هذا المشهد المقتض بالأحداث الجسام هو موضوع حلقة هذا اليوم كونوا معنا عندما انطلقت عاصفة الحزم قبل أكثر من ثلاث سنوات أيدها اليمنيون أو معظم اليمنيين واستبشروا بها خير نقول معظم اليمنيين على اعتبار أن المعارضين للمشروعين الإمامي والعفاشي هم الغالبية اليمنية واختلف الناس يومها في تأويل العملية وفي تفسيرها الرومانسيون قالوا إنها صحوة قومية تقودها السعودية لمواجهة المشروع الفارسي وأنها فاتحة عصر جديد في القومية العربية هذا تفسير الرومانسيين العرب والواقعيون قالوا بل هي حرب وجودية تخص السعودية ودول الخليج وحدهم لمواجهة التهديد الإيراني ولا شأن لهذه الحرب بالمشروع العربي لأن أسرة أهل السعود وعموما الخلائج ليس لهم علاقة بالقومية العربية أما الرافضون لهذه الحرب والمتضررون منها فكان لهم رأي ثالث قالوا أنها حرب وظيفية لإشغال الداخل السعودي بهدف تنصيب محمد بن سلمان على العرش في بداية الأمر وقفنا مع العملية مشجعين وداعمين وقلنا هذا حق من حقوقنا إحنا كيمنيين متضررين من الانقلاب اللي تم من حقوقنا أن نستنجد بالجيران وبالأصدقاء واجب وطني لإنقاذ اليمن من أسوأ مصير ستذهب إليهم على الانقلاب من حق الإنسان أن يستنجد بأشقائه وأصدقائه في وقت الشدة هذا أمر مقر على مستوى القانون الدولي على مستوى العرف على مستوى الدين على مستوى الحق ومن واجب الأشقاء عرفا ودينا وكانونا أن يستجيبوا للنداء والمهم هو أن أن تكون الراية راية هذه المعركة أن تكون شرعية وأن تكون القضية النفس مشروعة لكن بعد فترة وجيزة من بداية العمليات بدأ اليمنيون يلاحظون أمورا لا تسر بدأوا يلاحظون أن العمليات لا تجري بصورة منطقية ومطابكا لما هو معلن من خطاب سياسي وإعلامي للتحالف العربي والقيادة السعودية وبدأوا يلاحظون غياب المعركة الشاملة ضد الانقلاب السعودية لا تخوض معركة الشاملة ضد الانقلاب معركة انتقائية لا تستخدم فيها كل عناصر القوة التي لدى الشرعية والتي لدى السعودية بدأنا نلاحظ عدم رغبة التحالف في تمكين الشرعية وتكويتها ونلاحظ إهمال الجرحى والمقاتلين في الجبهات ونلاحظ عدم وجود خطة واضحة وشاملة لهزيمة الانقلاب وهكذا يعني توالت الملاحظات لكننا مع ذلك لم نتسرع في إطلاق الأحكام وأخذنا نفتش عن أعذار لقيادة السعودية يومها لأنها جديدة قلنا لعلها لا تعرف ما يدور لعلها لعل خبرتها ضعيفة في الحروب السعودة قالوا يعني آخر حرب خاضوة كانت معركة أحد كما قال بعض الطرفة كنا لعلها واقعت تحت ضغوط ضغوط دولية كاهرة لعلها مخذولا من النظامين المصري والإماراتي لعلها تعاني من صراع الأجنحة في الأسرة المالكة ولعل ولعل أخذنا نعلل إلى أن فاز الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الأمريكية وكانت أول زيارة له للسعودية أول زيارة خارجية له وقعت بعدها مباشرة أزمة قطر الأزمة القطرية كانت مجرد عنوان على سياسة جديدة ستنتهجها المملكة السعودية تجاه قضايا المنطقة ومنها القضية اليمنية سياسة حددتها شروط الصفقة السياسية الكبرى التي تسمى صفقة القرن الصفقة التي أبرمها قادة الثورة المضادة للربيع العربي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في كمة سرية مصغرة كشف عنها مؤخرا موقع ميدلست البريطاني ميدلست آي البريطاني هذا الموقع قال كشف أن جورج نادر هذا رجل الأعمال اللبناني الأمريكي الذي هو الآن مدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال في أمريكا الذي يتعاون الآن مع المحكك الخاص روبرت مولر في تحقيق حول الممولي حملة دونالد رام هذا الجورج قالت الموقع ميدلست آي قال أن هذا الجورج قد نظم قمة سرية للزعماء العرب ستة زعماء تقريبا على يخت في البحر الأحمر أواخر عام 2015 واكترح هذا الجورج حينئذن جورج نادر يعني اكترح يومها على القادة الذين اجتمعوا على مطن اليخت أن عليهم إنشاء مجموعة إقليمية نخبوية مكونة من ست دول تحل محل مجلس التعاون الخليجي ومحل جامعة الدول العربية التي تلفظ أنفاسها أصبحت أيلة للسقوط وقال نادر أن هذه المجموعة من الدول يمكن أن تصبح قوية في المنطقة بما يسمح للحكومة الأمريكية بالاعتماد عليها لمواجهة نفوذ تركيا وإيران الكلام الذي قلناه من زمان ونكرر في الحلقة هنا أن أمريكا هدفها الأساسي هو تركيا وإيران طبعا بس إيران هذه ممكن يأخذه ويعطوه معها وممكن يتفاوض عموما هذه الكمة التي جمعت محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ولي عهد البحرين والسيسي والملك الأردني خرجت بعدها المملكة السعودية ولديها سياسة جديدة تجاه اليمن وتجاه الكضية في اليمن والحرب في اليمن وتجاه كطر أيضا هذا هو سر التحول الذي حدث في السياسة السعودية آنذاك وهكذا بدأنا ندرك الأسباب الحقيقية لتأخير الحسم في اليمن والأسرار الحقيقية لعدم تمكين الشرعية من عاصمة بديلة والأسرار الحقيقية لأضعاف الشرعية وتشكيل قوات المرتزكة أو الوكلاء كما سمهم تكرير مجلس الأمن تكرير الخبراء وبدأنا نفهم لماذا تضيق السعودية والإمارات على المغترب اليمني ولماذا تجوع المواطن اليمني في الداخل وغيرها من أسرار المشهد وكان لابد أن نعيد النظر في موقفنا من هذه السياسة على الأكل إذا لم يكن موقفنا من المملكة من العملية بكلها لأننا كما نقول دوما لم نعطي التحالف شيك على بياض يفعلوا في اليمن ما يشاءون كان لابد أن نعلن موقف صريح من هذه الخيانة وهذا الخذلان للقضية اليمنية باعتبارنا قادرين يعني عندما أعلننا رفضنا للممارسات الخيانية التي تمارس القيادة السعودية وشكيكتها الإماراتية في حق كضيتنا الوطنية لما فعلنا ذلك ظهرت بعض التماسيح يومها لتقول أننا غيرنا موقفنا إرضاء لكطر علشان كطر ومع أن كطر تستحق الوقوف معها بحكم مظلمتها وبحكم وقوفها مع الربيع العربي وبحكم القيام التي نؤمن بها إلا أن بوصلتنا دائما كانت هي كضيتنا الوطنية وليس أي شيء آخر نحن ندور حيثما تدور قضيتنا الوطنية ووصلتنا هي لكن من يكن على التماسيح التماسيح جلدها يعني صلب ما يقطعش فيها تعارفين أن العالم الذي نعيش فيه يعني لا يختلف كثير عن الغابة والتمساح في الغابة يعتاش على يعني بطريقة كذرة يظل مختبئ في المستنقع أو في النهر إلى أن تأتي فريسة مسكينة تبحث عن ماء وينقض عليها يخرج من بين الماء ينقض عليها يعني التماسيح تعتاش فقط على أخطاء ضحاياها تظل تترصد أخطاء الضحايا وكذلك بعض التماسيح السياسية تعتاش على الصيد من أخطاء الآخرين أو مما تعتقد أنها أخطاء هذه التماسيح السياسية لم تنتبه إلى أن كثيرين غيرنا في المنطقة من غير اليمنيين قد غيروا رأيهم وموقفهم من السعودية من السياسة السعودية الجديدة بعضهم حكومات ودول وبعضهم شعوب شعب السوري مثلا اللي كان يعول على مملكة أهل السنة والجماعة يعني أصيب خيبة أمل تجاه السعودية السودان وغيره وغيره أمثلة لم تنتبه هذه التماسيح إلى أن مواقفنا أو موقفنا هو الثابت وموقف السعودية ومن معها هو المتغير ولأن حبل الكذب كصير صرعان ما تكشفت الحقيقة عندما بدأ بعض قادة الشرعية الجالسون في الرياض يعلنون نفس الشكوى اللي كنا نشكيها ويطالبون بنفس المطالب التي طلبنا بها كما فعل أخيرا نائب رئيس الوزراء جبالي وكما فعل غيره من قبل ومن بعد الآن لا أحد يستطيع أن يزايد على جباري كما كان يزايد على الذين ارتفعت أصواتهم من قبل جباري قدم استقالة من الرياض وليس من الدوحة أو من اسطنبول وجباري يأخذ راتبة من شرعية الرياض لا من كطر ولا من تركيا أمما تعالوا نستمع للاستاذ عبد العزيز جباري وهو يرد على سؤال المذيع لما سأل هل فعلا رئيس الجمهورية محتجز في الرياض ونتأمل ملامح عبد العزيز جباري وهو يرد وكأنه يقول سأرد بدبلوماسية وعليكم أن تفهموا المعنى في لحن القول وفي المسكوت عنه تعالوا نشوف الرد وطريقة الرد هذا السؤال أنت لزم تنين أن أرد عليه بسؤال أغنى الأخ الرئيس ليس محتجز في الرياض لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن الأخ الرئيس الذي يقول أن الأخ الرئيس محتجز في الرياض هذا الكلام غير صحيح وأنا أنفي وأنا بسؤل عن كلامي لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن لماذا؟ ولذا أنا قلت أنه لابد من يعني عادة تصحيح العلقة ما بيننا نحن والتعالف لابد من أن نجلس مع أخواننا بحيث أننا في نهاية المطاف هذا بلادنا ونحن نعرف بلدنا أكبر أكثر من غيرنا وأنا أتمنى أن تأثرتني من هذا السؤال أتمنى أن يتم التعامل مع اليمن كيمن كبلد صاحب حضارة سبعة ألف سنة حضارة مش بلد هامشي ولا جمهورية من جمهورية الموز اليمن بلد كبير وبلد شقيق والتحالف جاء من أجل عودة الشرعية وعودة المؤسسات الدولة والتعامل مع اليمن من الضرورة أن يكون تعامل بإحترام والتعامل بإحترام بروري أن يكون التعامل مع رئيس الجمهورية بإحترام والتعامل مع الآخرين بإحترام والتعامل مع المختربين وغير المختربين مع ابناء الشعب اليمني بإحترام لأننا في نهاية المضاف أشقة وأخوان ومثل هذا الكلام يترك آثار في قلوب الناس وقلوب اليمنين مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز جباري يقول بطريقة دبلوماسية الذكية إن رئيس الجمهورية محتجز أيضا بطريقة دبلوماسية الذكية يعني السعودية لم تضعه قيدة الإقامة الجبرية ولا منعته من المغادرة لكنها حرمته من العاصمة البديلة التي يعمل منها أغلقت أمام الطرق العودة إلى اليمن جعلته مخيرا بين البكاء في الرياض أو الخروج إلى مأرب ليلقى حتفة أو النجوء إلى منفى بديل ويدخل مع السعودية والإمارات في مناكفات ومواجهة مكلفة كأنه أراد أن يقول ذلك والنتيجة النهائية لهذا الكلام هو أن الرئيس عبد الرب منصور هادي محتجز بالفعل وإذا جمعنا القراءة مع بعضها سنكتشف بسهولة أن السعودية والإمارات تريدان تركيع اليمن وإبقاء تحت الوصاية وتدمير مستقبلها السياسي بواسطة الانكلابيين الذين ستعقد معهم صفقة ربما كريبا تخدم الطرفين فقط التضييق على المقتربين وإهانتهم وطردهم بطرق مختلفة والمشاركة في تجويع اليمنيين في الداخل ووضع الرئيس هادي في ظروف تشبه ظروف الإقامة الجبرية وتأسيس ميليشيا وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة هذه كلها كراءة واضحة على أن التحالف يمكر باليمن ويريد لها السوء وهنا نأتي إلى السؤال المر ما العمل ما الذي ينبغي أن نفعله تجاه هذا المكر الدولي بناء من الداخل والخارج الكل يمكرون ما هي خيارات اليمنيين في هذه اللحظة وهي أسئلة في الظروف الطبيعية يعني لو كنا في الظروف الطبيعية المفروض هذه الأسئلة تجاوب عليها مراكز دراسات محترفة لكن في مثل الظروف اللي بنمر بها وتمر بها اليمن ليس أمامنا سواء نجتهد في معرفة الجواب الصحيح أول حقيقة ينبغي أن ندركها الآن هي أن خيارات الشرعية اليمنية وخيارات اليمنيين عموما باتت محدودة لكن الطريق ليس مغلق تماما أصبحنا مخيرين بين المصير السيء والمصير الأسوأ وهناك خلاف بين قوة الشرعية نفسها حول تحديد ما هو السيء وما هو الأسوأ هناك من يجري موازنة بين كلفة المكر السعودي الإماراتي وكلفة بقاء المشروع الإمامي أيهما أكثر كلفة وخطورة من الناحية الاستراتيجية على مستقبل اليمن طبعا الموازنة لن تكون سهلا لأن خيوط اللعبة كثيرة ومتداخلة والمعطيات كثيرة معطيات كثيرة من ناحية ومحدودة من ناحية أخرى كثيرة إذا نظرنا إلى ما نعرفه في الظاهر من خلال وسائل الإعلام والحياة العامة لكنها محدودة إذا نظرنا إلى ما خفي في الغرف المغلقة المعلومات الحقيقية لكنها على كل حال موازنة ضرورية ولأنها كذلك سنخصص لها المحور الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود باستكمال حديثنا وقوم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام مرحبا بكم من جديد الموازنة بين كلفة المشروع السعودي الإماراتي في اليمن من ناحية وكلفة بقاء المشروع الإمامي من ناحية الثانية تشبه الموازنة بين مرضين أحدهما خطير الآن والآخر أخطر على المدى الطويل يعني مثل موازنة مثل موازنة بين التهاب الدودة الزايدة والفشل الكلوي كلاهما خطير لكن هناك مرض أخطر من مرض في النظر الأولى يبدو الفشل الكلوي أخطر بكثير من التهاب الدودة الزايدة لأنه مرض بلا علاج ويؤدي إلى عذاب دائم والموت في ناحية المطاف ويبدو التهاب الدودة الزايدة مؤلما لكنه يقبل العلاج والاستعصال لكن المشكلة في الزايدة إنها إذا أهملت قد تنفجر وتؤدي إلى الوفاة مثلها مثل الفشل الكلوي الدودة الزايدة هنا هي المعادلة الموضوعي للمشروع السعودي الإماراتي في اليمن والفشل الكلوي هو المعادلة الموضوعي للمشروع الإمامي المشروع الإمامي يشبه مرض الكلاه في عدد من النقاط كلاهما يبدأ متدرجا في إضعاف صاحبة المرض الكلوي يبدأ في خفض كفاءة الكلاه بالتدريج حتى ينتهي الأمر بالفشل الكلوي التام والإمامة مثل ذلك تبدأ بخفض كفاءة المجتمع بالتدريج حتى تصيب بالفشل الاجتماعي التام المجتمع تحت سلطة الإمامة لابد أن يقل مستوى رضاه الرضا الاجتماعي ومن ثم تقل سعادته ومن ثم تقل كفاءتها الإبداعية والإنتاجية لأن الكفاءة الإبداعية والإنتاجية مرتبطة بالسعادة والرضا لأن الإمامة ستفعل ذلك لأنها بالضرورة ستفرز مجتمع الطبقات على مستوى الثروة والاقتصاد وستفرز مجتمع الفئات العنصري على مستوى الفئات الاجتماعية ستفرز مجتمع يهتم بالماضي على حساب المستقبل ويمارس التفكير الخرافي على حساب التفكير العقلاني وهذه كلها وغيرها عناصر تجهز على أي مجتمع تؤدي بالضرورة إلى إفشال المجتمع في نهاية المطاف المشروع السعودي والإماراتي يشبه مرض الدودة الزائدة يجيلك فجأة ويؤلمك بقوة وتشعر بفورا مش مثل الكلا يعني يتدرج ببطء ما تشعر بالكارثة إلا في نهايتها ولذلك ينبغي أن يكون الحل مثل علاج الدودة الزائدة تروح فورا للمستشفى وتسوي عملية لأن التأخير قد يؤدي إلى الوفاة إذا انفجرت داخل الجسد لا قدر الله متى نقول أن المشروع السعودي الإماراتي أصبح فعلا يهدد بالموت إذا شعرنا أنهما الإمارات والسعودية يمكنان المشروع الإمامي في اليمن اليمنيين ممكن يتحملوا لألم الوصاية المؤكدة ويتحملوا ألم فوات بعض المصالح مصالح اليمن ويتحملوا سياسة إضعاف اليمن إلى أمد معين وعلى أمل أن تجي لحظة يغير ذلك كله لكنهم لن يتحملوا ولن يقبلوا بتمكين المشروع الإمامي لأن اليمن قد تقوم على ساكيها في أي لحظة وتواجه مشاريع الوصاية في أي وقت لكن بشرط أن لا تكون هذه البلد قد أصيبت بمرض الإمامة لأن هذا المرض إذا تمكن منها فلن تقوم لها قائمة لا ضد الوصاية ولا ضد أي شيء آخر يعني الواحد ممكن يتحمل مفاسد الوصاية الآن على أمل أنه فيما بعد يتجاوزها لكن لن يستطيع أن يتجاوز أي مشكلة هذا المجتمع إذا أصيب بوباء الإمامة والقراءة كلها تقول أن دول الكمة اليخت وفي مقدمتها السعودية تريد فعلا وعاف اليمن وإفشال الحياة السياسية فيه عبر مخطط كامل من بنوده تمكين الإمامة بأي صورة من صور التمكين الجزئي أو الكلي يعني سلطة كلية أو سلطة جزئية على مناطق بعينها وهو الراجح وهذا أيضا خطير في كل الحالات نحن أمام طرق شبه مستودة أمام الحلول التقليدية أما الحلول غير التقليدية فما فيش طريق مستود المملكة السعودية ومن معها اليوم يستغلون الظروف التي يمر بها اليمن ويؤسسون الشروط الموضوعية لإضعاف هذا البلد واستغلاله في المستقبل التضييق على المقتربين وطردهم بصورة مهينة مع تجويع الناس في الداخل هذه مجرد وسائل للضغط على اليمنيين لكي يكبلوا صيغة الحل التي ستفرضها السعودية والإمارات فيما بعد الصيغة التي يطبخونها الآن وهي صيغة تخدم السعودية وتخدم الانكلاب فقط ولا تخدم اليمن على الأرجح ولهذا يجب أن ترتفع الأصوات وتضع حدا لهذا العبث من الآن لا أحد من القادرين في العالم اليوم يريد أن يضع حد للعبث باليمن والمنطقة من قبل السعودية والإمارات الدول الكبرى سلمت ملف اليمن للسعودية وفق صفقة انتهازية برقماتية لا أخلاكية ولم يعد هناك سوى طرف واحد بإمكانه اللعب بالأوراق والأخبطاتها هذا الطرف هو الشرعية اليمنية الشرعية اليمنية نفسها سواء قيادة الشرعية أو رموز الشرعية ومجتمعها الشرعية ليست قيادة فقط ما زال بيد الشرعية أوراق حقيقية للضغط على السعودية من أجل منع الأسوأ ويجب على الشرعية أن تستخدم هذه الأوراق إذا وجدت أن الأمور تسير إلى هناك إلى الأسوأ وهي تسير إلى هناك بالفعل السعودية حريصة على إبقاء الشرعية في الرياضة لأسباب عديدة منها ضمان موقفها السعودية أمام القانون الدولي القانون الدولي يصنف النزاع في اليمن الآن بأنه نزاع غير دولي يعني نزاع بين أطراف محلية مدعومة من أطراف خارجية ولما يصنف النزاع بأنه غير دولي هذا يعني أن الشرعية هي التي ستتحمل مسؤولية الخروقات والجرائم التي تقع فيه وليس السعودية والتحالف موقع حقوق الإنسان في الأمور المتحدة مصنف النزاع في اليمن باعتبار النزاع غير دولي ويجاوب على مجموعة أسئلة مهمة وإذا أعلنت قيادة الشرعية فكر ارتباطها بالتحالف فإن السعودية ودول التحالف ستتحول فورا إلى دول مؤتدية في منظور القانون الدولي وهم يحاولوا يتفادوا هذا لأن النزاع سيصبح نزاع دولي نزاع بين دول الكل يعرف أن الشرعية في ظروف صعبة لكن من قال أن طموحاتنا وأمالنا الكبيرة ستأتي بلا تضحيات هذا قدر الذين يضعون أنفسهم في مقدمة الصفوف عليهم أن يتحملوا المسؤولية التاريخية والأخلاكية في مثل هذه الظروف الشرعية لديها خيارات عديدة آخرها خيار شمشون إذا ما عد فيش يعني إذا سدت أمامها الأفاك إذا وضعونا أمام خيار أن تخسر اليمن فقط وتربح السعودية والإمارات والانقلاب فخيار شمشون في هذه الحالة هو الأنسب فليسقط المعبد على من فيه وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا كما قال الشعر دائما الظروف الاستثنائية تحتاج إلى استجابة استثنائية الحلول التقليدية لا تصلح للأحوال غير التقليدية صحيح لا بد من لا بد ما تكون الاستجابة محسوبة مدروسة لكن الخوف أننا لا نجيد الحساب الخوف أن لا نميز في هذه اللحظة الخطرة بين ما هو تكتيكي وما هو استراتيجي يتعلق بمصير البلد بين ما هو عارض وما هو دائم بين ما هو هدف مرحلي وما هو غاية نهائية بل نخاف أن تغلبنا مخاوفنا الوهمية أحيانا نكون عندنا مخاوف وهمية تغلبنا ومن المخاوف الوهمية أننا ضعفاء إلى حد العجز هذا خوف هذا واحد من المخاوف الوهمية هذه المخاوف نفسها هي التي تسبب العجز وليس الحقيقة الواقعية قد لا نكون ضعفاء وقد لا نكون عاجزين يقول علماء الطب الحديث في بعض الأحيان كل ما عليك فعلة لكي تموت هو أن تتوهم بأنك مريض مجرد التوهم سيقودك بالفعل إلى الموت لأن التوهم يتحول إلى إشارات عصبية تعطي أوامر للجسم بالاستسلام فينهار وهذا ما حدث عمليا مع الأديب في فرنسا وفنانها الكبير مولير مولير هذا هو من مثابة شيكسبير في فرنسا من مثابة شيكسبير البريطاني في فرنسا وجد في القرن السابع عشر كان يؤلف المسرحيات ويمثلها بنفسه مسرحيات خالدة وكانت هذه المسرحيات تنتقد المجتمع الفرنسي والطباقات المخملية فيه وتعالج بعض المشكلات الاجتماعية كانت آخر مسرحية له بعنوان مريض الوهم أتذكر كراءتها في العام 1989 تحكي هذه المسرحية قصة شخص يتوهم أنه مريض ويغضب ممن يصارح بالحقيقة حقيقة أنه بخير وصحته يعني جيدة قالوا أن مولير في آخر عرض مسرحي بهذه المسرحية اندمج في الشخصية ومات وهو على خشبة المسرح مات على الأرجح لأنه اندمج في الشخصية اندماجه في الشخصية جعل العقل يرسل إشارات عصبية تقول أنه مريض بالفعل هو يمثل مسرحيات مريض الوهم وبالفعل استسلم جسده ومات وكأن الجسد يعني يصدق العقل ويستجيب لرسائله مثل هذا قد يحدث في عالم السياسة عندما يتوهم القائد أو تتوهم القيادة السياسية أنها ضعيفة ولا حول لها ولا قوة بهذه الطريقة ترسل إشارات استسلام للمجتمع والمجتمع يستجيب ويستسلم وتكون الهزيمة الشرعية ليست ضعيفة الشرعية ليست ضعيفة الشرعية هي القضية العادلة المدعومة بأغلبية اليمنيين وأغلبية النخبة اليمنية والسعودية ليست على كل شيء قدير والله ما خلق الداء كما يقولون إلا وخلق معه الدواء إذا أمكن أن نحل المشكلة مع السعودية فلنحلها إذا أمكن أن نقيم مع السعودية والإمارات صفقة من نوع ما تضمن سلامة اليمن وتضمن هزيمة الانكلاب وعودة الحياة السياسية لليمن الاتحاد الديمقراطي إذا في صفقة من هذا النوع فلنفعل فلنقدم عليها وإذا كانت الإمارات السعودية تريدان فقط الوصائع على البلد وتعطيل تنميته وتلغيم حياتها السياسية بالإمامة فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم كما يقول المتنبي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر